ازايكو عاملين ايه يا رب الجميعكم بخير النهاردة هنتكلم عن فن التعامل مع زوي الاحتياجات الخاصة من الكبار الناس الكبار اللي هم حالات خاصة هنتعامل معاهم ازاي اول حاجة وانا بتعامل معاهم لازم ارسم ابتسامة لما اجا اتعامل معاهم ابقى مبتسم تاني حاجة بلاش اعود ابصلهم بشكل مبالغ فيه هو شكله عامل كده ليه بقى ايه دايما احرجه بنظراتي بلاش خالص نعود نبصلهم بشكل مبالغ فيه تمام تالت حاجة اسأله لو هو محتاج مساعدة اسأل لو شخص كبير من زوي الاحتياجات الخاصة اسأله لو انت محتاج مساعدة اقدر اساعدك في ايه بس مشان اللي بادر ان هو مثلا عايز يقوم او عايز يتحرك او كده انا اللي اروح مساعداء لا ما بادرش بكده عشان محرجهوش تمام كمان اتكلم معاهم بشكل ايجابي وبلاش بقعد زعق وعصبية وشريخ والكلام ده كله وعصوهم السامعني اصوهم مش فاهمني لانهم شايفامك بالعصبية والزعيق وكده تمام وانت تعد تزعق او تعلي صوتك تمام اذا كان بقى زوي الاعاقة السامعية لو اللي انت بتتعامل معده عنده اعاقة سامعية حاول تلفت انتباهه انك هتتكلم تطبطب على ايده عشان يبصلك عشان يبقى فيه تواصل بصري معاك ويقدر يقرأ شفايفك وانت بتتكلم تمام وبعد كده ابدأ اتكلم لو كان من الاعاقة من اللي هم الشخص زوي الاعاقة يعني على كرسي متحرك او كده الطبيعي ان انت تنزل لمستوى وانت بتتكلم معايا عشان يكون فيه تواصل بصري معايا تكون فيه مستوى تعود على كرسي انت كمان عشان تكون فيه فيه مستوى تمام قبل ما تتكلم قبل ما تبدأ كلام اذا كان من الاعاقة البصرية الطبيعي ان انت تبدأ تمسك ايده او تخبط او تطبطب على كده وكده عشان تبدأ تعرفه انك تبدأ تتكلم او تنادي على اسمه عشان يبقى انتباهه معاك تمام ده فن التعامل مع زوي الاحتياجات الخاصة من الكبار نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة